الحقيقة العدوان الإسرائيلي على فلسطين والجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال ضد المدنيين استهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس كل ده يوم ورا يوم بيزيد من الرفض الشعبي لدولة الاحتلال مش بس في المنطقة ولكن في عواصم العالم كله وبيعيد مرة تانية صورة الاحتلال القبيح اللي بيرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة ضد المدنيين أصحاب الأرض صحيح يمكن بيوعيد فعلا المشاهد القبيحة بالنسبة للجيل اللي حضر يمكن القضية الفلسطينية من أولها ويمكن فيه محطات كتير هامة لكن بالنسبة للجيل الجديد أعتقد أنها خلت هذا الجيل يبحث وراء القضية دي بشكل أكبر نحن النهاردة هنتكلم عن الأضرار الاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة نرحب فيه فقرتنا النهاردة بدكتور سعيد صادق أستاذ دراسات السلام بجماعة مصر اليابان صباح الخير على حديثك يا دكتور صباح الأرواح عليكم ويعني حضرك نورنا في صباح الخير يا مصر نحن نتكلم عن المشاهد المؤلمة والقصية اللي بنتبعها على مدار حوالي 17 يوم أو أكثر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مشاهد مؤلمة وصعبة بالفعل يأثرت حتى علينا إحنا في يومنا الطبيعي بإننا حسنين أنه مجرد نحن نتعامل في يومنا العادي بمثابة خيانة وجه قبيح للاحترال أعتقد الجيل الجديد دلوقتي بحث بالفعل عن القضية الفلسطينية محطات الهامة في القضية الفلسطينية بحث أكثر وراء هذا الصراع شايف حضركتا داعيات ما يحدث الآن من تصعيد في قطاع غزة شايفه إزاي شوفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بينصنف أن الصراع اجتماعي ممتد بمعنى أنه معقد بياخد فترة طويلة جدا من الصعب حله ما فيش في جولة حاسمة أفكرك أن سنة 82 لما إسرائيل غزة لبنان قلت نهاية المنظمة واتطردت منظمة التحرير راحت تونس وبعد فترة لأنهم بينشطوا تاني فاتطرت إسرائيل تجري وراء قادة المنظمة في تونس وتعمل اغتيال أبو جهاد ومحاول الاغتيال ياسر عرفات ففكرة أن غزة دي المعركة النهائية يعني برضك وهم فدي شيء مهم قوي الحاجة التانية اللي لازم نعرفها في موضوع هذا الصراع إسرائيل حتكسب من السلام أكتر من الحرب وهي صدرت لفترة طويلة أنها سبارتا بتاعت المنطقة وصدرت أنها جيمس بونت المنطقة والموساد ده حاجة يعني عجب وإحنا شوفنا طبعا الحصن في 7 أكتوبر و73 في أكتوبر أنها بالونة أثرها ممتدة حتى الآن هنتكلم على الجانب الإسرائيلي أثرها ممتدة حتى الآن مشكلة إسرائيل كمان نفسيا الأجيال اللي كانت جاي من الهولوكوست بدل ما يتعلموا أن أنا ما كبراش اللي حصل لي ممكن واحد هو صغير يتم الاعتداء عليه أو ضربه أو تعذيبه فقول لما أكتب عندي لنفس الإمكانية مش هعمل كده أو أعملها وانتقم فهم من نوع التاني يعني هم بدل ما يتعلموا أنهم يبقوا يابان الشرق الأوسط قرروا أنهم يبقوا سبارتا وبلطجية الشرق الأوسط فده مشكلة نفسية عندهم اللي ساعد إسرائيل في الموضوع ده الموقف الأمريكي والأوروبي احنا شفنا قد إيه كل قادة الغرب بيحجوا إلى حتى القبيب ويقفوا معهم ويدعموهم بالأسلحة بالأموال كل ده يفاهمك التوازن الموجود بين الفلسطينيين مع الإسرائيليين ومن يدعموهم فطبعا دي بتخلي الناس تفتكر أن كده الموضوع التصفية الرابط وحتى لما طلع موضوع الترانسفير اللي هو طلع أكثر من مرة يعني 2008 بعض الكتاب الإسرائيليين اتكلموا على أنهم سينة كبيرة فاضية سينة دي تلت أضعاف إسرائيل تلت أضعاف إسرائيل يلا ندلو إيه الغزاوية عليها ويبقى كده خلصنا من الموضوع وقتها كان فيه مناقشات في الموضوع دوت وهجوم عليهم جامد وقص مبارك حتى رفضوا كلام من دوت الفكرة نفسها كمان مرفوضة من الفلسطينيين النضال الفلسطيني والقومية الفلسطينية ما كانتش بتناضل علشان غير أن العاصمة تبقى القدس أو أي مدينة فلسطينية ما حدش بيكلم عن العريش العاصمة أو رفح العاصمة الفلسطينية القادمة ما حدش بيتكلم عن كلام ده خالص إنما الإسرائيليين انتهزوا فرصة اللي حصل دوت وبدعم من الغرب ودعم أمريكي واضح جدا واقف معهم لآخر لحظة إنهم يعملوا اللي هم عايزينه بينتركوا حقوق الإنسان نحن نشوف المدابح والناس بتفرق عليها إسرائيل في فكرة الاتفاقات الإبراهيمية اللي قعدت فترة طويلة تطبع معدولة العربية تجمدت الآن وبقت محرجة وأعتقد أنها ستعود وقت طويل جدا عشان تحسن صورتها القبيحة اللي طلعت دلوقتي ما يوش يمشوا في الشارع حتى لما أمرت كل الصواح يتركوا الشرق الأوسط كله وحتى تركيا وده يفهمك قد إيه هم بقوا مكروهين شعبا وحكومة من العالم العجيب دكتور سعيد إنه رغم كل المقاسي والمجازر واللي احنا بنشوفه لكن في حالة صمود أسطورية للشخصية الفلسطينية وهنا عايز أسأل حضرتك بعين أستاذ علم الاجتماع السياسي السمات الخاصة لهذه الشخصية الفلسطينية اللي هي صمدت في حروب كتيرة جدا احنا بنتكلم على أكتر من 7-8 حروب على قطاع غزة في السنوات الأخيرة البعد الاجتماعي الخاص بيها يعني في حالة من التماسك إنجاز دينا التعبير الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني بتفسروا إزاي فنو الاستعمار لمدة طويلة من نسبة للإسرائيليين استعمار استيطاني الفلسطينيين الأجيال الجديدة طلعت وتعلمت وعاشت مع الإسرائيليين بيروحوا يشتغلوا كل يوم عبوا الخط الأخضر ويدخلوا يتعاملوا مع الإسرائيليين يوميا فبقوا عافين إنه ما هماش سوبرمان ولا حاجة شافوهم من جوه الشخصة دي هشة زاية خلاص فأنت منتش الشخصية اللي هي بيطلع في الإفلام بقى والإعلام بقى وإفلام جيمس بونت والحاجات دي ما هماش كده فلزاك حصلت لهم المفاجأة الجيل الجديد عمل إجراءات مقاومة عالية بقى مستعد وطبعا أكتر ناس يقدر حتى لما حصلت عملية 7 أكتوبر ابتدى الكلام يقولك طب مين اللي عملها مش ممكن يكونوا دول لازم تلاقي بلاد تانية اللي ورا الموضوع دوت لا البلاد تانية ممكن تساعدهم في أسلاحة تدريب لكن القرار والكلام والإرادة هم اللي عايشين في الشارع أنا اللي عايش في الشارع أنا عايش في الشارع أكتر من حد عايش في بلاد تانية يقولي الشارع ده تخفين والحارة دي تعمل فيها إيه فطبعا الجيل ده طلع كده المدبح اللي بيعملوها دي هم بردك لو يدركوا إن دائرة الانتقام دي هتظل مدة طويلة يعني ما تقتل مثلا عائلة كاملة وبعدين تلاقيه ولد أو بنت بس هو اللي عاشوا منها لما هيكبر الولد أو البنت دول عايزين ينتقموا فأنت بتفتكر أنك أنت خلصت لا أنت بتعمل جزور للحرب القادمة بتحط الوقود للحرب القادمة اللي فاق اللي إحنا السرعة ده ماله من سنة 48 يعني 75 سنة طيب كل المحطات والأنهار الدماء اللي فاتت دي ما وقفتوش ليه يعني حماس اللي كان عماله أحمد يسين قتلوه حصل حاجة استمرت حماس الفكرة مقاومة استمرت مرح بيتكلم قتلوا قادة من حماس اقتل حماس كلها حاجي لك حماس 2 و 3 و 4 لأنه ده رد فعل على الاحتلال المشكلة في الاحتلال هم مش ردين يقتنعوا بالموضوع ده صحيح نرجع تاني للحلول اللي تقدمت سنة 47 قرار التأسيم 45% للفلسطينيين و 55% للإسرائيليين العرب رفضوا لأنه كان لسه الموضوع مش واضح قوي وابتدت الحرب وفضلنا من 48 ل 93 حرب وخط طيارات وقاتلوا مدابح اللي انت عايزوا يتعامل شبعوا دامة من بعض وما فيش فايدة وصلوا في النهاية إلى قرار لازم نعمل سلام عملوا في أسلو اتفقوا على الدولتين أول ما اتفقوا والاثنين وفقوا لأول مرة الاثنين اعترفوا حصل اعترفوا أول ما بيجعوا راحوا أكلين إسحاق رابين الإسرائيليين المتطرفين قالوا لا احنا مش عايزين كده وانت زي تتنزع على الأرض المقدسة بردك نفس الحكاية من جانب الفلسطيني حماس لا احنا من نهر للبح احنا رفضين خلص حاجات التأسيم ده فرجعنا تاني للمشكلة دلوقتي الكلام اللي بتسمعوا ان بعد هذه المعركة هل المفروض ان احنا نرجع تاني للحل الدولتين حل الدولتين موجود من 93 فرجل الوقتي 30 سنة وما تنفس ومش هيتنفس إلا إذا تم الضغط الدولي على الاثنين مش التحيز أو إسرائيل تديهم كارت بلانش اعملوا انتوا عايزينه رفضوا أو ما ترفضوش هنفضل في هذه المذبحة ونزيف الدماء اللي بيأثر على العالم كله ليه لأن السرعات من هذا النوع لا تنحصر فقط اللي بيتقتلوا في غزة هتلاقي بيقتلوا حد مش عاف يهودي في أمريكا أو فلسطيني في أمريكا مظاهرات في لندن بين دول ودولة الاشتباكات الموضوع أكبر من المنطقة الجغرافية اللي احنا فيها وده اللي بيخلي هذا الصراع ممكن يؤدي إلى انفجار في إقليمي وإلى حرب عالمية دكتور على غرار السؤال زميل عزيز محمد فكرة الشخصية الفلسطينية والقوة والثبات الفلسطينية اللي احنا يمكن يعني معرفينها أو متعرفين عليها بقلنا فترة مش من دلوقتي الحقيقة بسخليني على الجانب الآخر أيضا سمات الشخصية الإسرائيلية يعني احنا شايفين في الداخل الإسرائيلي بالفعل حتى يمكن فيه أيضا خلافه فيه أيضا انقسامات داخلية داخل الإسرائيلي ما بين متدينين ومتعصبين وإسرائيليين وصول عربية وأعتقد فيه انقسامات عديدة داخل الإسرائيل وفي نفس الوقت مواطنين يعني نحن نكلم على فكرة صاحب الأرض تختلف لها أعتقد أثر نفسي برضو دي نقطة النقطة الأخرى فكرة هو عامل الأمان بالأصوار بالفصل فحضرتك لو هتحلل الشخصية الإسرائيلية أو مواطن الإسرائيلي أو ما يحدث عمدا في إسرائيل ثقافة الجيتو اللي جاء من أوروبا واللي جاء منها الأشكنازي اللي عملوا أماكن منعزلة الجيتو اللي هم يعودوا في أماكن منعزلة وقافل على نفسي مش عايز أخبر مش عايز أكلم حاجتين فهما عملوا جيتو في الشرق الأوسط يعني هما مش من الشعوب اللي هتلاقيه مختلطة وده ما عندهم هوس إذا أردت تعملي سلام مع أي بلد لازم يبقى رأي العام بتاعك 75% معاك مؤيد للسلام ده مش موجود عندهم الانقسامات اللي موجودة ديت أفتكر كان الرئيس السادات كان فاهم الموضوع ده وكان دام يقول إنها مشكلة نفسية وهم انتقدوا إنه هو بيعمل سلام مع إسرائيل إنه السلام حيخليهم يشتبقوا مع بعض العدو الخارجي بيوحدنا لو ما فيش عدو خارجي نضرب بعض وكتير جدا من الدول عمدها مشاكل داخلية واللي يوحدها خلق عدو خارجي يعني حتى في المثال إثيوبيا إثيوبيا تمانين طايفا إيلي يوحدهم بيضربوا بعض عايزين نستقلوا وده أنا حمشي وأنا ومش عايز عايز أعود معاك إيلي وحدنا نخلق العدو خارجي فدي نفس الحكاية الاستعمار لفترة طويلة بالنسبة لإسرائيليين خلهم بقى أعتقدون هذه أرضهم وانت شفت حتى التسعة وتسعين من تسعة وتسعين جنسية أجنبية بتكون إسرائيل يعني رقم واحد الروس مليون ونص اللي بعدها مليون المغربة اليهود البقي بقى من المجاور وأوروبا الشرائية جميع الجنسات اللي تتخيل فإنت إزاي بتجيب الناس دي كلها وتوعدها ممكن حتى الثقافية مش عافية نتكلم مع بعضينا لكن اللي حيوحدنا وجود عدو فدائما صورة العدو الفلسطيني والعربي والإسلامي والمشعف كله بكره وكله إنه هو ضد السامية مع أن أكتر ناس ضد السامية هم الإسرائيل صحيح يعني أكتر ناس هما بيقراحوا الناس فيهم هما هما اللي بيعملوا اللي بيعملوا ده ففكرة هل لما الناس كوكب الأرض متفرج على طيارات قاعدة تقترب عمرات وبيوت وتقتل نساء وأطفال المفروض يعني ينسقف لهم هل مفروض نبقى مبسوطين دي تفسيرها يا فندم لأنه برضو مشهد غريب جدا مشهد غير إنساني وغير منطقي زي ما حرق قلت أنه العالم كله بيتفرج على طائرات بتقصف بقعة يعني مكان هو أكثر الأماكن في العالم اتضضم للسكان بنتكلم على 2 مليون و300 ألف فيه بقعة جغرافية صغيرة جدا إزاي العالم بيتابع ده نفسيا واجتماعيا وإزاي دايما بيصدر لنا فكرة ثقافة السلام محاضرتك أستاذ في هذا المجال اللي هي ثقافة قبول الآخر وإني أتعامل مع المختلف عني بيصدر القيم دي كل شوية مكينة الإعلام أو المكينات الخاصة السياسية في عواصم العالم بتقول لنا لازم يكون فيه ثقافة السلام وقبول آخر وغيره وفي نفس الوقت بتشوف هذا المشهد اليومي لقصف مساجد وكنائس ووحدات صحية ومنشآت ومستشفيات ومرات سكنية ثقافة السلام مع اللازم يمارس ويغتب ثقافة السلام لما تلاقي بعد مصرات الإسرائيلية يقول لك اقتلوا العرب مش اتوصيل اقتلوا العرب ده بردك سؤال العقلية الإسرائيلية أيضا لما بتشيطن الآخر بيستحل فانت مستعدة تقتل للأشخاص ده انت شايفهم شراطين هو بيقول غزة وحماس داعش وفي مصطلح أصعب بكتير حيوانات بشرية فقال وزير الدفاع يقف الكلام العنصري دوت ما حدش تكلم في العالم كله وحزب وقاله ازاي تقول كلمة عنصرية في حق شعب فلسطيني الدعم الأمريكي اللي بيخلي إسرائيل تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكل معايير حول الإنسان الدولية هي اللي بديها هذا الانطلاق يعني زيك إحنا حتى لما بقرأ بعض الاستطلاعات الرأي في إسرائيل يقولك أن أمريكا هي المسكة الزناد في الجيش الإسرائيلي مش نتانيهم فالمشكلة مش في تل أبيب وكأن القرار الأمريكي بيتخذ من تل أبيب ما بيتخذ من ماشنطا السيطرة الأمريكية أيضا أهمة جدا في الموضوع ده أي حار برقالية جدا ومكلفة جدا 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 فالليبيس بيجعل الجيش الإسرائيل حولها 600 ألف 300 ألف موجودين على غزة بيقولون جسابوا الشغل بتاعهم وسببوا المصانع وسببوا كل حاجة طب مين اللي بيدفع الفلوس أمريكا إذن اللي بيدلي قوة لهذا الكيان أنه يعمل هذا العنف هي أمريكا خلي بالا العرب الفترة 30 سنة تدوا يتعايشوا مع أن في إسرائيل وأن حيبقى في تعامل معها وفي اتفاقات الإبراهيمية وحيبقى في تنبيع افتكر حتى لما حصلت عملية 7 أكتوبر كان في وزراء الصليل في بعض الدول العربية بيحضروا مؤتمرات كان في مشروع تطبيع سعودي إسرائيلي وبذلوا جهدوا وقت كبير جدا دلوقتي كل ده اتماسح لكن هي ما تلغتش خلي بالك الانتفاقات الإبراهيمية ما تلغتش هي ممدت بسبب الأوضاع الحالية الرأي العام وكلام من دوت وطبع لو حصل منباحة أو كلام من دوت ما افتكارش أن هذه الانتفاقات ستبقى مفعالة في فترة قريبة أنا بشكر حضرت جزيلي الشكر دكتور سعيد صادق أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان وارتناد أكثر مفعالة